اهلا بكم مجددا معكم نورس علي ونبدأ ونستمر مع مسار اه نيكست اه جائس. فاذا قبل ان نبدأ هذا القسم هناك بعض الملاحظات اود اه ان اعطيها. اذا كنت لا تريد ان تسمع هذه الملاحظات يمكنك الذهاب لفهرس الفيديو الموجود بالوصف والانتقال للقسم الذي يليه. اه او بداية اه هذا الدرس. فاذا اول ملاحظة او اول موضوع ان يمكنكم ان تشاركوني باسئلتكم وارائكم وتعليقاتكم حول هذا المسار من خلال هذا المنشور الموجود على القناة رابط المنشور بصندوق الوصف. فضلا انقر على اه الرابط ستذهب لهذا المنشور هنا. يمكنك ان تكتب تعليق اه او سؤال. وخصوصا اذا كان لديك سؤال بخصوص هذا المسار او لديك مثلا موضوع تود ان اشرح عنه في هذا المسار تحديدا المسار فيمكنك الذهاب الى هنا وكتابة اه رأيك. فاذا هذه اه النقطة اه رقم واحد التي اود مشاركتكم اياها. الموضوع الثاني هو موضوع الفيديو الخاص بنا اليوم. اه وليس الفيديو فقط اليوم يعني تقريبا في الفيديوهات ثلاثة القادمة سيكون موضوع انا هو اضافة للمشروع. حيث يمكننا من خلال الفورم اضافة هذه الثمنيل اليعني يعني الصورة البارزة. اه وعرضها اه هنا وايضا عرضها بفورم وادرسي بي. فضلا هذا هو الموضوع. لكن قبل ذلك سنقوم بعملية للكود. وعملية يعني اعادة تنظيم الكود بحيث لا يخسر اه وظيفته. وظيفته ستبقى نفسها. شكري للشكل سيبقى نفسه. لكن سننظمه بحيث يسهل علينا ادارته ويسهل علينا تعديله والتعامل معه. فاذا هذا يعني اه ريفاكتر الكود. اه و اه ربما يتساءل اخر ملاحظة قبل ان نبدأ بالدرس. اه ربما يتساءل الاشخاص يقولون نحن الان في مصار فلماذا نشرح مثلا عن لماذا نشرح على هو الدرس السابق? لماذا نشرح وهو الدروس السابقة? لماذا نحن نقوم بالوصل مع سترابي ونحن بالاصل ندرس نيكس جي اس? فاود التنويه بشكل سريع جدا او توضيع هذا الموضوع بشكل سريع جدا. هذا المسار هو مسار فول ستاك نيكس جي اس. نيكس جي اس هي مجرد تقنية تستخدمها بالستاك الخاص بك لتحقق وظيفة معينة. فاذا الوظيفة التي نتعامل معها هو بناء موقع الكتروني له هدف معين. في حالتنا الموقع الكتروني الخاص بنا هو عن اضافة وصفات الطعام. فهذا الموقع يحتاج اه شخص يضيف الوصفة وشخص اشخاص زوار عاديين يطلعون على الوصفات من خلال الواجهة الامامية. هذا الشيء اذا اردت انشاؤه بنيكس جي اس لوحدة لوحدها بدون اي استعانة باي شيء اخر. فهذا يبدو غير يعني لا يبدو شيء سليم فعليا. لا يبدو تفكير سليم. لان بالستاك نحن نتعامل مع اكثر من تقنية. عندما نكون فولستاك يعني مطور من من الباك اند للفرونت اند او فرونت اند باك اند فنحن بالنهاية سنتعامل مع اكثر من تقنية. هذا هو الموقع. للأسف البرمجة وبرمجة المواقع ليست موضوع سهل. ليست موضوع فقط واحد اثنان ثلاثة وانتهينا واستخدمنا تقنية واتقلنا تقنية واصبحنا مبرمجين اه مطوري مواقع. للأسف ليست هي ليست هذه هي القصة ليست هذه هي الطريقة. اه والحقيقة هو ان عندما نكون فولستاك نستخدم اكثر من تقنية اه ونستخدم نستخدم تقنيات الباك اند وتقنيات الفرونت اند. وايضا اذا كنت فقط تريد التعامل مع الفرونت اند لا يمكنك ان تكون مطور الفرونت اند اذا كنت اه لا تتعامل مع الفاليديشن. الفاليديشن والسينتايزيشن هي من اساسيات اه من اساسيات التي يتعامل معها او من الوظائف الاساسية التي يجب ان يقوم بها الفرونت اند اه ديبلوبر. هذه الملاحظات التي اود ان اقولها والان نبدأ بموضوع فإذا الموضوع الأول هو نريد أن نقوم برفاكترينج الكود. والطريقة التي سنتعامل معها برفاكترينج لن نذهب ونقوم يعني بتنظيم الكود كله مرة واحدة. الآن أبدأ وكل الملفات أبدأ بها. لا لن أستخدم هذه الطريقة. سنبدأ برفاكترينج ملف تلو ملف عند استخدام هذا الملف أو عند تعامل مع هذا الملف. والآن سأوضح. اليوم سنحتاج سجل الدخول بداية وتست.com وهنا كلمة المرور الجميلة من واحد لثمانية. فضلا يقول أن الكلمة خطأ الإيميل خطأ وبالفعل هو خطأ صححته. فضلا الآن سأذهب لإضافة وصفة جديدة. فاليوم سأتعامل مع هذا الفورم ولإضافة هنا حقل سأضيف حقل هنا لإضافة الثمنيل أو إضافة الصورة البارزة. فأنا سأتعامل مع هذا الملف اليوم. كون الآن سأتعامل مع هذا الملف فأنا سأقوم برفاكتر لهذا الملف. أجد ماذا يمكنني أن أقوم بتحسينه في هذا الملف خطوة واحدة. أحسنه وأنتقل لما أريد. فإذا هذه هي التكنيك التي سنقوم بها. فبداية هذه هي ملفات المشروع. فإذا ذهبنا إلى component recipe form. فهنا تلاحظون أن يوجد لدينا الكثير من المسيجز التي جلبناها عندما قمنا بإنشاء فكرة المسيجز أو درس الترجمات التعامل مع الترجمات والكلمات. فهذا كانت بداية جيدة لنا. لكن كيف يمكننا أن نقوم برفاكتر لهذا الموضوع. فإذا نحن الآن لدينا ملف اسمه ميسيجز. إذا ذهبنا إلى هذا الملف سنجد فيه الكلمات التي نتعامل معها. ونحن قمنا بتقسيمها بتعليق. يعني هنا page title. هذه الأشياء متعلقة بال page title. مثلا لدينا هنا dashboard. لدينا هنا كلمات dashboard. لدينا مثلا هنا recipe related. وهنا لدينا recipe form. فإذا كلمات recipe. عفوا. كلمات recipe form هذا وضعناها معا مع بعضها. طيب أنا أفكر بهذه الطريقة. لاحظوا كيف أفكر. وأنت فكر معي أيضا إذا ربما لديك طريقة أفضل. فلاحظوا الطريقة التي سنفكر بها معا. نحن قمنا بإضافة هذه المسيجات لملف واحد. وقمنا بimport المسيج التي نحتاجها بهذا الشكل. لم نقم بimport كل المسيجات. فقط المسيجات التي نحتاجها في هذا الملف. والسبب كان أن نحن لا نريد أن نحمل ملف المسيج في كل مكان. وهذا سيؤثر على البرفومانس. لماذا أجلب مسيجات مثلا لا أحتاجها. لماذا أجلب كلمات لا أريد كتابتها أو وضعها أو عرضها في هذا الملف. فقمنا فقط بجلب ما نريد. لكن فعليا نحن في هذه الصفحة ماذا نفعل؟ نحن جلبنا كل الكلمات المتعلقة بالreciبي فورم. يعني كل هذه الكلمات التي وضعنا لها تعليق. بالفعل جلبناها كلها. فلماذا مثلا لا أقوم بوضع هذا بملف متخصص. جيد. وثم أجلبها أجلب الملف المتخصص هنا. ماذا يعني ذلك؟ فدعوني أشرح لكم على البورد هنا وثم نكمل. يعني نقوم بإنشاء مجلد وليس ملف. نسميه ميسيجز. هذا مجلد وليس ملف. وبداخل الميسيجز ننشأ ملفات. هذه الملفات كل ملف متخصص بمجموعة من السترينج التي نحتاجها. مثلا هنا ريسيبي فورم. نضع فيه المسيجات الخاصة بالريسيبي فورم. هنا مثلا ملف ريسيبي فقط الكلمات المتعلقة بالريسيبي. وهكذا. الطريقة التي سنضع فيها المسيجز بالريسيبي فورم هي التالي. هو أننا سنكتب سنستخدم object ويكون لديها key وvalue. طيب فإذا هنا لدينا سنقوم بإنشاء هنا object بالريسيبي فورم. object. هذه الobject فيها اسم الذي نريد عرضه وهنا باللغة العربية ما هو بهذا الشكل. وعندما نريد أن نجلب هذه القيمة هنا فقط نكتب التالي مثلا نكتب messages key فقط بهذا الشكل. هذه الطريقة ستساعدنا بشيء مهم جدا هو أن للسترينج الخاصة بنا لأننا أضفناها بملف واحد كلها فأضفنا لها بادئة وأصبح طول اسم السترينج طويل. فيمكن أن نجعل اسم السترينج أقصر لأننا بكل بساطة هذه المتعلقة بريسيبي فورم ستكون فقط بملف الريسيبي فورم فلا داعي لبادئة مثلا ريسيبي فورم أو بادئة ريسيبي. فإذا لنطبق هذه هذه المعلومة. فإذا بداية هنا لاحظوا لدينا ملف اسمه messages لكن الآن أيضا سأنشئ مجلد اسمه messages. وبداخل مجلد اسمه messages سأنشئ ملف اسمه recipe form dot js. جيد. والآن لاحظوا ماذا لدينا. إذا لدينا مجلد اسمه messages ولدينا ملف اسمه messages. هذا الملف سنبقيه كما هو لن نقوم بحثفه الآن. سنبقيه كما هو بعد أن يتم فعليا الانتهاء من وظيفته بشكل نهائي ونقل وظيفته لمجلد المسيجز يمكن أن نقوم بحثفه. سنترك الآن المجلد والملف messages موجود. فسنذهب إلى ملف مجلد المسيجز وريسيبي فورم هو فارغ. سنقوم بإنشاء constant اسمه messages. سيكون عبارة عن object وسنكتب هنا export default messages. حتى نقوم باستيرادها. هنا سنجلب من ملف المسيجز. سنجلب كل المسيجات المتعلقة بالفورم. فإذا هذا سنجلبها كلها فقط المتعلقة بالفورم. وسنضعها هنا. طبعا بالتأكيد هذا خطأ يجب أن أمسحه. فسأقوم بالتعديل على هذا. فإذا يجب هذه اليساوي أن أقوم باستبدالها بكلون. فلنقوم بذلك. فسأعيد هذا اليساوي هكذا. والسيمي كولون بالنهاية سنجعلها آآ كومة. فإذا سأقوم باستبدالها أيضا. فإذا كل آآ كل السيمي كولون سنستبدلها بكومة. ممتاز. فإذا الآن لاحظوا أصبح لدينا هذه الأمور آآ هذه موجودة هنا بالمسجز بداخل آآ كما قلت لا داعي للبادئة هذا لأننا نحن بالرسيبي فورم فلا داعي لهذه البادئة. فبكل بساطة سأمسح آآ هذه البادئة آآ ومثلا طبعا آآ هذه آآ سأمسحها لأنها ليست من الفورم. وأيضا هاي اسم الوصفة سنتركها سنتركها كما هي. وسنعدل على سنمسح الرسيبي من آآ البادئة هنا. والآن فهمنا لماذا. طبعا السبب الذي انا آآ يعني السبب الذي انا اشرح لكم هذه الأمور. ليست فكرة ان هذه الأمور صعبة الفهم. وعلي انا اشرحها. انا متأكدة انكم فهمتم الفكرة. لكن آآ كما قلت فهمتم الفكرة. المهم ان تفهموا الفكرة. لانا اثناء آآ قيامكم بعملية تطوير ستفكرون بعملية ولماذا انا اقوم باعادة ترتيب الكود الخاص بي. وكيف اقوم باعادة ترتيب الكود الخاص بي. آآ فهل هو فقط اننا نحن نحن الان بهذه الدروس وظيفتنا ان نفهم آآ فقط يعني ان ان تقومون بكتابة ما اكتب وتقلدون الكتابة التي اكتبها ام نتعلم معا كيف نفكر. كيف نفكر كيف نطور الكود الخاص بنا. فهذه الفكرة اعتقد. الفكرة هو التفكير بالبرمجة وليس التقليد. نوعا ما نبدأ بالتقليد نبدأ بتقليد الدروس التي نتابعها. لكن منها يجب ان نفكر ان نحسن الكود. ان نكون مبرمجين افضل. فاذا هذي المسيجز انتهيت منها. الان ساعود للريسيبي فورم. فاذا مجرد عدت للريسيبي فورم هنا. سامسح كل هذا المسيجز. كل المسيجز. وبكل وساطة ساقوم بيمبورت مسيجز. فروم مسعر واحد الاعلى. والان اريد المسيجز من الريسيبي فورم. واضح? فاذا هذه الان هذه المسيجز. علي ان استخدمها بالفورم. فاين? مثلا هنا. ريسيبي تايتل. فيجب ان اكتب هنا. كما اتفقنا نجلب الكي. الكي سيكون تايتل فيلد. وايضا سأغير هذا مثلا هنا. بالنسبة للهيلبر تيكس ستكون مسيجز وتايتل هيلبر تيكس. طبعا. شخص يقول ربما يقول قمي بهذه التغييرات لا ترينا اياها. قمي بتغييرها يعني مرة واحدة. ولا داعي ان تخبرين يعني ان تخبرين بكل خطوة. نعم سنقوم بذلك احيانا سنحتاج ان نقوم بذلك. اني فقط اقوم بالنسخ واريكم فقط الفكرة حتى نختصر الوقت. لكن ايضا هذه فكرة انك تعرف ان الامور تأخذ وقت. ليس معك فقط بل معي ومع اي شخص اخر. فاذا ليه نذهب? فاذا هناك خطأ يقول. اه من قال انه غير ديفاين? فاذا لنرى? نعم لانه اه يجب انه اغيرها جميعها الان لان انا قمت بحث فيها. فساقوم بتغييرها. فاذا الان سنعتمد ساقوم بتغييرها جميعها بهذا الشكل. وسنعتمد الرأي الذي قاله شخص الان انا اعرف قبل قليل. اه اننا الان سنقوم بساقوم بالتغييرات ومؤارضها عليكم لاقتصار الوقت. فاذا اه اعود اليكم بعد الانتهاء من تحويلها كلها لهذه لنفس الطريقة التي اخبرتكم. اذا لتو انتهيت من التغييرات كلها ولا تنسوا ان تقوموا ايضا بالتغيير هذا. وايضا تغيير الميل. اه بريكفاست دينار لانش هذا. فاذا اللي نرى الان التغييرات والنتائج. فاذا قاله اسم الوصفة. صحيح. الخطوات. فالمقادير. فاذا كل شيء كما هو. وكما اتفقنا بوقت سابق. نكذر ان يعني انك تعيد ترتيب الكود. لكن لا تغير من وظيفة الكود. لا تغير من شكل الكود. كل شيء كما كان في السابق لكن انا رتبت لغايات آآ تنظيمية. آآ وتالي هنا اصبح دينا المسيجز بدلا من مليون قمنا به موجودة بملف واحد. فاذا انتهينا من هذه النقطة. سنقوم باغلاق هذا. والآن للقسم القادم الذي يكون حولها اضافة آآ حقل الثامنيل. سنبدأ مشوارنا بموضوع الثامنيل وفيديوهات الثامنيل او التعاون مع الصور الصور البارزة آآ في لهذه الوصفة. سنبدأ من الفورم. من اضافة وصفة جديدة. فذا من هذا النموذج. وهنا ادنى الوصف. سنقوم باضافة حقل يمكن من خلاله رفع آآ رفع صورة. فاذا لنبدأ بذلك. آآ الموضوع سيكون بالتأكيد من فورم. فاذا سنذهب للرسيبي فورم. وسنذهب ادنى الوصف. ادنى يعني اريد اضافة شيء جديد. فاذا ساقوم بنسخ هذا. واقوم بلسق آآ فورم جروب مرة اخرى. لكن لن يكون اسمه هنا لن يكون اسمه آآ النام له سيكون عبارة عن ثومنيل. آآ طبعا بالنسبة للنسبة للباليو لا نريد باليو. وبالنسبة نريد ان يقبل المسيج. العفو. 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 نريد ان يقبل في هذا الحقل. بالنسبة هنا نريد ان ماذا نريد ان نقوم بالتعامل مع هذه الثومنيل بطريقة منفصلة عن الفورم. وبالتالي هنا سأقوم بإعطائها فنكشن آخر. سأسميه هاندل ابلود ثومنيل. هكذا اسمه. سيكون. هل هو اسم معبر ام نغير الاسم? فذا نهاندل ابلود ثومنيل. طبعا لم يتم انشاؤه. ففي الاعلى هنا. في الاعلى قبل سأضع تعليق هكذا. وسأكتب به آآ هاندل ثومنيل. وهنا سأقوم بانشاء هذا الفنكشن الذي اسمه آآ هاندل عفو نذي اسمه هاندل ابلود آآ ثومنيل. وهذا الفنكشن يعني سنتعامل معه لاحقا لا مشكلة. فنسنبقي يعني بهذا الشكل فقط. مجرد فنكشن. ونعود لموضوعنا. فاذا هذا هو الانبوت. طبعا بخصوص سنضيف خاصة بالثومنيل. فاذا كان هنا عليك بالثومنيل سنضيفها هنا. وبالنسبة للهيربرتكس سنضيف آآ ايضا الخاص بالثومنيل. جيد. فاذا هذه الامور هنا. آآ لكن اذا قمت انا بالتحديث آآ لاحظوا آآ لن تظهر لدي الكلمات التي اضفتها لانني علي ان اعدل على المسيجز واضيف شيء بالريسبي فورم. فعلي ان اضيف بداية آآ هنا التكس ثومنيل فيلد. فاذا لنذهب الى مسيجز ومسيجز وريسيبي عفو مسيجز وريسبي فورم. وهنا ادنى سنضيف فورم سنضيف فيلد جديد اسمه ثومنيل. وسيكون فيه آآ سيكون اسمه الصورة البارزة. يعني ثومنيل. فاذا ذهبت الى آآ هنا لاحظوا ستظهر الصورة البارزة. فاذا ممتاز. بالنسبة للهيلبرتكس فسأضيف هنا هيلبرتكس للصورة البارزة. فاذا سيكون هنا ثومنيل آآ هيلبرتكس وسنضيف هنا ارفع الصورة البارزة للوصفة. هنا بنقر على زر رفع. طبعا رفع الصورة. طبعا هذا زر رفع الصورة لم ننشئه بعد. وآآ قياس الصورة مثلا يجب ان يكون مثلا مائتين ضرب مائتين. يعني مائتين بيكسل. لا عرف كيف سيبدو ذلك لم اقوم بالحفظ. اعتقد اني ربما الكلام غير واضح. فاذا ارفع الصورة البارزة للوصفة هنا بنقر على زر رفع الصورة. قياس الصورة يجب ان يكون مائتين بمائتين. آآ فهنا سأضيف تكست لآآ لثومنيل ابلود بطن. اذا ابلود. الذي الان سأضيفه. فاذا هذا سيكون اسمه هنا رفع الصورة. آآ ونعد الى هنا الى هذه الانبوت. فاذا يجب ان اضيف هنا آآ زر هنا لرفع الصورة. فاذا سيكون هكذا اسمه بطن. وسنضع هنا اسمه سيكون ميسيجز ثومنيل ابلود. وهذا هذا البطن سنضيف له كلاس نيم. طبعا الان سنضيف الكلاسز او بالنهاية نضيف الكلاسز ما رأيكم. بالنهاية نضيف الستايلات لمشكلة. لكن سأضيف الستايل هنا مبدئيا سيكون اسمه ابلود بطن. في هذا الشكل. فاذا الان هنا بالنقر هنا يمكننا اختيار الصورة البارزة حتى نقوم برفعها او صورة الوصفة. فاذا هذا سيفتح الفايل سيستم الذي لديه بهذا الشكل. ويمكنني اختيار صورة. فاذا الان اخترت صورة هنا. لكن زر رفع الصورة الشيء الذي سيقوم به زر رفع الصورة. هو انه سيرفع الصورة لسترابي. لباك اند الاسترابي حتى تظهر بالميديا لايبراري هنا. حتى تظهر بالميديا لايبراري هنا فانا ساقوم بالتالي هو عند النقر على زر الصورة تذهب الصورة الاسترابي. هذه نقطة يعني ليست النقطة رقم ثلاثة من شرحنا ربما. لكن النقطة الاولى هو اننا سنتعامل هنا بالمتصفح مبدئيا. اه مجرد ان تأتي هذي الصورة هنا اريد ان اتعامل معها واريد ان اعرضها للشخص هنا اعرض له صورة معاينة. ما رأيكم بذلك? فاذا لنبدأ. فاذا كما قلت بوقت سابق اننا سنتعامل مع المسيجز مع الثومنيل هنا. وبالتالي ساقوم باضافة جديدة سيكون اسمها ست ثومنيل وهنا ستكون القيمة الابتدائية للثومنيل ستكون القيمة الابتدائية جيد? عندما يتم فعليا حدوث التغييرات بال يعني قام الشخص برفع صورة كالطريقة التي قام الشخص بنقر هنا على براوز واصبحت الصورة لدينا هنا. اذا تم التغيير على هذا الفيلد فهذا سيتم تطبيقه. بداية اه ساقوم باخذ الملفات التي تم رفعها من من خلال براوز. فسأخذ الـ event الـ target والفايلز. والثومنيل التي لدينا ستكون هي عبارة عن الفايل الاول. يمكن ان نقوم بconcel.log files حتى اريكم. وثم مرة اخرى ساقوم بفتح الـ console هنا. حاليا لا يوجد شيء يعني مشوق هنا. لكن اذا قمت بنقل على براوز واخترت مثلا دجاج بالكاري هذه الصورة. بضعنا لاحظوا ما الشيء الذي سيحدث. بداية الفايلز التي جاءت من هذا. هي عبارة عن من الفايلز. بحيث ان ربما انا لا ارفع مثلا فايل واحد. انا رفعت الان فايل واحد او امج واحد. لكن ربما ارفع اكثر. وبالتالي هنا هذه هي عبارة عن من الفايلز المرفوعة. وهنا لدينا فايل زيرو هو الفايل الذي انا رفعته. اول فايل انا رفعته. وهو عبارة عن له نيم دجاج بالكاري. له اخر يوم اه تم تعديل عليه اه الوقت يعني عفوهم. وهنا لدينا حجم هذا الملف وايضا اتسايت. لاحظوا هو عبارة عن امج بنوع اه جي بي. فهذا هو هذه المعلومات التي اخذتها اه من هنا من هذا الفايل. فاذا ممتاز. فاذا الان لدي هذا الفايل بالكلاينت بالمتصفح. انا ما زالت بالمتصفح. مهم جدا ان نفهم اين نحن الان. مهم جدا. فاين نحن الان اذا سأجدك تقول لي انا في المتصفح. فاذا كوني الان بالمتصفح ولدي هذا الملف. فاذا يمكنني ان اعرض هذا الملف هناك معاينة لملا. فاذا لينا قم بذلك. اذا بكل بساطة اه ساقوم بمسح هذه الكونسل. وقمت انا بتحديد الملف. والان هو موجود بستايت الثمني. ساعود لملف الانبوت. انبوت الثمنيل ها هي. وادنى الهيلبرتكس. ادنى الهيلبرتكس. هنا ساكتب تعليق. ساكتب يوزر ابلود او يوزر. دعونا نقول سيليكتد. الكلمة الاصح سيليكتد الثمنيل. وها هي. ممتاز. فاذا قام الشخص فعليا باختيار ثمنيل. وكان لدينا هنا ثمنيل. قام باختيار واحدة. وليست هي نل. فبالتالي اريد تطبيق التالي هنا. اريد بداية ان اضع هنا باريغراف تاج. او ربما افتح ري اكت فراغمنت. وهنا باريغراف تاج. هذا البريغراف تاج ساضع فيه ميسج اسمها اه نيو ثمنيل مثلا. الان سا اضع التكست لها. وسيكون ادينا اميج هنا. هذه الاميج سا اضع لها مبدئيا. سنضيف لكلاس الستايل لاحقا. اسمها اميج. هذا هو الستايل. اه بالنسبة للالتك سيكون هو عبارة عن ثمنيل. وبالنسبة للسورس وهو قضية. سنشرحها الان. السورس من الويندو. سناخذ يورل. هذه الخاصية من الويندو هنا لدينا لاننا نحن على الكلاينت. وسنكتب create object url من الثمنيل. فاذا قم بانشاء يورل من الثمنيل الذي التي قامت مستخدم برفعها. والسبب الذي نقوم به نحن بهذا الشكل لانه هو عبارة عن يورل. سورس الاميج هو رابط الاميج صحيح. ونحن ليس لدينا رابط الاميج نحن لدينا الاميج نفسها. فنحن نريد ان ننشئ رابط للاميج. وبالتالي قمنا باستخدام هذه التقنية. او هذه الطريقة. فاعدا لاحظوا مباشرة تم رفعها ها هي والخلفية ممكنكم رؤيتها. لكن قبل الاستمرار اريد ان اقوم باضافة نص لهذه نيو ثمنيل. فبكل بساطة اه هنا نيو ثمنيل. والنص ساكتب معاينة الصورة التي اخترتها. انقر على زر رفع الصورة لارسال لارسالها او رفعها للسيرفر. لارسالها للسيرفر مثلا. من المهم ان نقوم باضافة كلمات توضيحية حتى يفهم المستخدم ما الشيء الذي يفعله. المستخدم لا يعرف. اي شيء. انت عليك ان توضح له. افعل كذا. افعل كذا. كذا. فاذا لاحظوا هذه معاينة الصورة التي اخترتها. وهذه الصورة تظهر بهذا الشكل الكبير لانا يجب ان نقوم باستايلات اا لهذا الموضوع. اا قبل shobalists يمكن للشخص ان يريد ان يحذف هذه الصورة. يعني اختارها الكلام تعجبه. بتأكيد يمكن ان هيكتب هنا بالاعلى. ويختار صورة اخرى. اذا اخترت انا صورة اخرى مثلا ان دومي مثلا. استغراين لصورة الاندومي وسيتم يعني مباشرة. لكن ربما يريد ان يحذفها. ولا يريد ان يكون للوصفة اصلا ثم نيل. او يريد الابقاء على الثم نيل السابقة للوصفة. الان سنفهم ماذا يعني دالت. فسأضيف هنا زر اسمه زر الحدف. فلدينا هنا زر اه ها هو. سأضيف زر الحدف هنا. او نص الحدف. وهنا سأكتب حدف الصورة. وهنا سنعود للريسيبي فور. وادنى هنا سأضيف بطن هنا. وهذا سنضيف له سيكون عبارة عن ستايز وديليت بطن هنا واسمه سيكون مسيجز ثوم نيل ديليت. هذه المسيج الذي اضفتها قبل قليل. فذن الان ها هو الزر. لكن اذا نقرت عليه لان يحدث شيء. انا اريد اذا نقرت عليه اجعل فارغة او مجددا. فهنا يمكن ان نكتب نريد ان ست ثوم نيل نال. سهل جدا. هل يوجد اسهل من هذا? فاذن الان لنطبق. فاذن هو رفع صورة الاندومي. لكن غير رأيه وسيحذفها احدى انتهينا. تم حذف الصورة والان اه لا يوجد اه يعني لا يوجد الان صورة. ممتاز. فربما الان نذهب ونضيف بعض الستايلات. ثم اه نتوقف اه لنكمل لاحقا مع اه زر رفع الصورة. فاذن اللي نذهب لنضيف الستايلات. فبكل بساطة اين هي الستايلات? اين هي الستايلات? موجودة بستايل. ها هي. فاذن بالادنة هنا سنضيف ستايل للابلود بطن. وايضا للديليت. اتأكد هل هي هذه الستايلات التي اضفتها ام لا? لانني نسيت. فاذن نعم صحيحة ابلود وايضا لدينا ديليت. فاذن ممتاز. فاذن هذه الستايلات سبداية سنجعل البطن سنجعل عبارة عن الان سترون انتغرات بالخلفية ثم سنغير اه بشكل كامل يعني سأوريكم التغيرات الكاملة. بالنسبة للاوتلاين نون. اه بالنسبة للبوردر نون. وبالنسبة للكلر وايت. وايضا سنضيف عندنا المارجن فوق تحت ويمين يسار ونرم. بعدنا البادنج. طبعا البادنج البادنج عندما اتضع البادنج اه التوب بوتوم اقل من البادنج يمين يسار. اه فهذا يعطيك شكل مستطيل تقريبا يعني. فلذلك انا احب ان اضيفه. لدينا هنا بوردر راديس. اه كم? عشرة بيكسل. سنضيف بعضنا مثلا. وماذا تبقى لدينا? سنضيف اعتقد الافتراضي ونرم. وسنضيف بعضنا الفونت ويت. يكون وفونت فاميلي اكيد نريدها ان تكون عبارة عن وار تشانجا فونت. وسنضيف بعض ترانزيشن لانه عندما نقوم بتأثير هنا. اذا ابلوت بطن. نريد التغيير يكون نوعا ما بطيء. هل هو الكلام? او سمود يعني. اه فاذا هنا سنجعل كيرسر بوينتر. وسنجعل قبل الانتقال للمعاينة الكلية. نفس الابلوت لكن اريد تكون عبارة عن والديليت عادة اي شيء فيه يعني حاول انت ان تجعله صغير. الحجم والخط. السبب ان سنضيف ايضا. السبب ان الامور المتعلقة بالحذف هي امور يعني خطيرة نوعا ما. انك تحذف شيء نوعا ما. انا لا اقول يعني دائما يعني. ولكن الامور هي خطيرة نوعا ما ولا نريد ان نجعلها واضحة للمستخدم. بل نريدها ان تكون مخفية بحيث لا ينقر عليها عن طريق الخطأ. هذا هاي من صفات او هذا موضوع يوزوبيليتي. اه هذه هي الكلاسز للامجز بهذا الشكل تجعلها رسبونسيف. انك تجعل ديسبلاي بلوك وتأخذ ماكس ويت الكنتينر كله. فاذا الان لنجرب. اذا مرة اخرى لو اخترت انا مثلا وصفات الاندومي او هذه الاندومي. فاذا نلاحظوا الصورة ليست كبيرة. اه هنا حذف الصورة تم حذفها. فاذا مرة اخرى اخترت صورة الدجاج بالكاري مثلا. سيظهر لي الصورة بهذا الشكل على طول الكنتينر. يعني اخذت الكنتينر. عفوا. حتى عندما اقوم بالتصغير الشاشة لاحظوا. كامل. ينكر ان تقرر مثلا تريد اقل اكبر فاذا هذا الشيء يعود لك. فاذا هذا بالنسبة الان سأضيف هذه التغييرات على gethub ونكمل لاحقا.